كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير آيات من سورة التغاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين يوم يجمعكم ليوم الجمع يعني أذكروا أيها التالون لكتاب الله تعالى يوم يجمعنا الله تعالى ليوم الجمع يا أيها الإخوة الإيمان باليوم الآخر عقيدة جاءت بها كل شرائع السماء والكفر باليوم الآخر فلسفة جاءت بها كل أيديولوجيات الأرض لأن الذين يفكرون للحياة الدنيا ويخططون لها وحدها يخافون من الموت وما بعده لذلك يحذفونه من كل دراساتهم وقوامسهم لكن الله عز وجل أراد للمسلم للمؤمن أن يحيى سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة فحدثه عن الحياة الدنيا وكيف يعمرها بطاعة وعن الحياة الآخرة وكيف يدخلها بسعادة لذلك كل شرائع السماء جاءت بالحديث عن يوم الجمع عن يوم القيامة عن الموت وما بعده والآن يقولون بأن الأذكياء في العالم هم الذين يخططون لفترات أطول في الدول المتقدمة عندها خطط خمسينية والأقل تقدما عندها خطط عشرية والأقل تقدما خمسية والأقل تقدما أقل شي خطة لسنة والمؤسسة والشريكة والمعمل والدولة التي لا تخطيط لها دليل على يعني تراجعين في فكرها وتراجعين في مستقبلها فالآن كلما زاد ذكاؤك خططت للأمام أكثر الإسلام أراد من المسلم أن يكون أذكى من على وجه الأرض فحدثه عن التخطيط لليوم الآخر تخطط لسبعين سنة تحياها وتخطط لما بعد الموت اذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع ووحده الإيمان بيوم الجمع أيها الإخوة يجعل حياة المسلم تستقيم إذا أراد ظالم أن يظلم وفكر بيوم الجمع سيرتدع عن ظلمه إذا أراد عاص أن يعصي إذا فكر بيوم الجمع سيرتدع عن معصيته إذا أراد متعد على حقوق الآخرين أن يتعدى إذا فكر بيوم الجمع تراجع عن اعتدائه لكن عندما ينسى المرء يوم الجمع يظلم ويبطش ويعتدي ويسيء ويبتعد عن أوامر الله عز وجل ونفسك كنفسي لا تستقيم إلا بأن تخوفها ونصيحة يا أخوانا لا يدع أحدنا نفسه تجري وراء هواها كيف شاءت لابد أن تخيف نفسك إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب خائف من الله عز وجل وما هي خطايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يخاف ويريد أن يؤدب نفسه على الخوف من الله عز وجل نصيحة يا أيها الشباب يا أيها الفتيات لا تعطينا واحدة منكم نفسها هواها لابد نفسك أن تسوقها بجناحي الخوف والرجاء وما دمت حيا فاجعل الخوف أكثر فإذا اقترب أجلك فلتجعل الرجاء أكثر أهل التربية يقولون بأن الطائر لا يطير إلا بجناحين والسالك إلى الله عز وجل لا يطير في هذا الدرب إلا بجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء رجاء لحاله ما بيمشي الحال رجاء لحاله لوحده نفسك تجنح ونفسك تذهب بك إلى أودية السوء أنه الله غفور الرحيم الله بيسامحنا الله بيشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما شيء الأمور الله بيغفرنا هذا الرجاء يجعل المعتد يزداد اعتداءا والطامع يزداد طمعا والسيء يزداد سوءا والمقصر يزداد تقصيرا لكن إذا خوفتها من الوقوف بين يدي الله إذا خوفتها من اقتراب الرؤوس يوم القيامة اقتراب الشمس من الرؤوس يوم القيامة إذا خوفتها يوم القيامة يوم الجمع الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي لما يأتي يأتي الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا يقول إن الله غضب غضبة لم يغضب قبلها قط مثلها قط ولن يغضب بعدها مثلها قط اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي سيدنا آدم خايف طيب هو اسمه فلان الفلاني وفاعل من الأفعال ما الله به عليهم بس لأنه كفلان يتيمين تلاتي بإلا خلاص ما في مشكلة الله بدي يغفرنا و بدي يسامحنا ويضعني في ظل العرش طيب وليش سيدنا آدم يخاف يذهبون إلى سيدنا إبراهيم يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء الله عز وجل أعطاك وأعطاك يقول إن الله غضب غضبة لم يغضب مثلها قط اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي سيدنا موسى من الأنبياء أولو العزم نفسي نفسي سيدنا عيسى نفسي نفسي وهكذا نفسك 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 إنم تحملها على جناح الخوف ستشطط يوم يجمعكم ليوم الجمع اذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع بس يا أخوان حتى يبقى يوم الجمع حاضر في أذهاننا لا بد أن تجالس أناسا يذكرون يوم الجمع ويؤمنون بيوم الجمع ويحسبون حسابا ليوم الجمع لا بد أن يكون من يذكرك في جلساتك ولا أنت بتنسى سمي الإنسان وإنسانا لشدة نسيانه إذا كل جلساتك بيحاكوك عن الدنيا وعن البيع وعن الشراء وعن الدولار وعن البرد وعن المازوط وعن السفر وعن الحضر وعن الأكل وعن الطبخ كل أحاديثك هيك منين بدك تتذكر يوم الجمع بدك مجموعة أصحاب يصاحبونك يحدثونك عن يوم الجمع بدك ناس يحدثوك عن البيع والشراء والزواج والطلاق وبدك ناس يحدثوك عن يوم الجمع حتى تستقيم وحتى تذكر اذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع تخيل حالك اللي هيك أنت مجموع وواقف بين يدي الله تعالى قال العلماء سمي يوم القيامة يوم الجمع لأن الله يجمع الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض حتى الملائكة بدت انجمع حتى الأولياء انجمعون والأنبياء يجمعون وقيل سمي يوم الجمع لأنه يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله فيك تتخيل الآن أنت الأعمال التي عملتها ستجتمع معها يوم القيامة الله عز وجل قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال واحد من الصحابة يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة في الآخرة بعد الذي كان منا في الدنيا قال نعم قال إن الأمر إذن لشديد والله شي صعب الخصومة اللي بيني وبين فلان بكرة أدام الله عز وجل أدام الله بتكون تختصمه الله عز وجل بده يناديله لفلان يقول له شو إليك حق عند فلان يقول له يا رب أنا أعطيته كذا وكذا وكذا على أن يقضيني على أن يبيعني على أن يشتري مني على أن يشاركني الله عز وجل بده يقول لك وين مصري بالدنيا بتقدير تقدير تقلي وين تعمل علي حيلة وأنا أصدقوك بس عند الله عز وجل شو بدك تقول حماية وكنتا بكرة يوم القيامة نفس الكلام يلي عم تقولي على كنتك لابنك بدك تقولي أدام رب العالمين يا ابني هاي زوجتك فعلت كذا وكذا وكذا الله بده إليك تعي لهون شو ساوي بدك تقولي يون أدام الله فإذا مزود كلمة واحدة حرف واحد الأمر شديد جدا قال يجمع ليش سمي يوم الجمع يوم القيامة بيوم الجمع قال هو يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله بالمقابل من عمل خيرا سيجتمع مع عمله الخير من صاحب الصالحين سيجتمع مع الصالحين بالمقابل من جالس أهل القرآن سيجلس مع أهل القرآن سيجتمع معهم بالمقابل من رعى وناسا محتاجين سيجتمعوا معهم يوم القيامة ليشفعون له بالمقابل من بذل خيرا سيجتمع مع هذا الخير لذلك من هلأ يا أيها الأخ قرر مع من تريد أن تجتمع يوم القيامة تريد تجتمع مع الخيرين مع الصالحين مع أهل النور مع أهل الرشاد إذن في الدنيا كن معهم وتريد تجتمع مع شيء آخر الآن القرار قال يوم الجمع هو يوم يجمع الله به بين كل عبد وعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما عادت مهاجرة الحبشة قال حدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة قال واحد من الصحابي قال نعم يا رسول الله أو وحده من الصحابيات قالت كانت امرأة في أرض الحبشة تسير عجوز تحمل جرة ماء على رأسها فجاء فارس من ورائها فدفعها من على ظهرها فسقطت وسقطت الجرة ومضى الفارس فقامت العجوز وقالت ستعلم يا لكع يعني يا غدار إذا كان يوم القيامة ونصب الجبار كرسيه للمحكمة كيف سيكون حالي وحالك بين يدي الله عز وجل ماشي الحالة لا انت قوي وقادر بكرة تعلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقت صدقت لذلك ما تريد أن تجتمع معه في الآخرة الآن الآن اجتمع معه في الدنيا وما لا تريد الآن اقطعه الآن غيره الآن بدله كل مكالمة هاتفية تتكلمها بسرين أو بعلان ستعرض بين يدي الله عز وجل كل رسالة SMS كل رسالة على الواتس أب بتبعتها كل اسم مستعار تضعه على صفحة الفيس كله سيعرض عند الله عز وجل وسيكشف وسيكشف على رؤوس الأشهاد الأنبياء بدون يشوفوها والصالحون يرونها وأبوك وأمك يرونها ومن عرفت ومن لم تعرف سيرونها شيء عجيب يا أخوان يوم يجمعكم ليوم الجمعي قال هو يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فينصب له تسعة وتسعون ديوانا كل ديوان مد بصره كيف لون السجلات تبع المحكمة بس بقال مو بطول سجل المحكمة بطول السجل مد بصرك تسعة وتسعين واحد بتنفتح أول صفحة يوم السبت واحد واحد الفين وخمسة عشر ساعة ثلاثة ليلا أربع ليلا خمسة ليلا ستة صباحا سبعة صباحا تباني كله مسجل وستجتمع مع هذا العمل وقيل هو يوم الجمعي لأن الله يجمع فيه بين الظالم والمظلوم سيجتمعان هناك قال حتى يقاد من الشاتي القرناء للشاتي الجلحاء بالدنيا لو أنه شات لها قرون ضربت شاتا جلحاء لا قرون لها يوم القيامة ستجتمع الشاتان ويقتص لمن كان لها قرون من تلك التي بغير قرون إذا من الشات الله بيقتص طيب من العباد مع بعضهم البعض ما في شيء يذهب بس هو الظالم ما بيعرف أنه في يوم جمع ما نسيان بنوب نسيان يوم الجمع الله عز وجل عم بيقول له واذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمعي هو ما في حدا عم بيقول له واذكروا نحن يا أخوان في مجلس العلم في مجلس العبادة يذكروا بعضنا بعضا بيوم الجمع نحن الآن جالسين ما نعم نحكي لا عن البيع ولا عن الشراء ولا عن الزواج ولا عن الطلاق عم نذكر بيوم الجمع مشان إذا نفسي تريد أن تجنح ترتدع لأنه في يوم جمع وإذا نفسك تريد أن تجنح ترتدع وإذا أنت يا أخت نفسك تريد أن تجنح ترتدعي لأنه في يوم جمع وستجمعين مع أعمالك قيل لأنه يجمع فيه بين الظالم والمظلوم كمان وحدة رابعة وقيل لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمته ستجتمعون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكان نحن آمن به دون أن نراه أم نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجتمع معه إن شاء الله تعالى يوم القيامة بس انتبهوا يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو مجتمع مع الناس مع أمته قال تساق مجموعة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى النار فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي انت وعدتني أن ترضيني في أمتي هدون من أمتي بدي يهون غر محجلين فيقال يا محمد قالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هدون صح اسمه محمد بن محمود صح اسمه عبد الله بن عبد الرحيم صح اسمه خالد بن سعيد بس الحقيقة غير عرس ابنه سواعي الطريقة الغربية ما يعني؟ ما رضي إلا ليحط خمر بقلب العرس ما رضي ما رضي إلا يجيب راقصات نعم أبدا قالوا له لك يا أبو فلان لك أنت بتحضر بالجامع قال بس اليوم بدي إفرح ما بدي حدا يزعل كله بده يفرح شريبت العرق بده يفرحوا اليوم الله أكبر إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك زوجته يا أخي مغطاية قالوا بديك تفوتي لعند رفقاتي والضيفين أنت هدوم مثل إخواتي صلي عشرين سنة أنا وياهم بيجيبهم لعنده على البيت عم يلعبوا شدة وبده تفوت تقعد معهم يا رجل أنا ما بجلس مع الرجال أرجوك أبدا بدك تفوتي وإذا ما بتفوتي بدي أعمل مشكلة شيء عجيب شو هذا وهلأ بين قوسين يا أخوان ويا أخوات كل واحدة زوجة يأمرها بمعصية لا تستجيب لا تستجيب أبدا أن أدخلي أجلسي مع الرجال بدون حجاب لا تستجيب يطلقني بدنا إسماله قيمة هذا إنسان تافه كل واحد يأمر زوجته بمعصية تافه معقول معقول في إنسان يا رجل زوجتك تحب العفاف وتحب الطهر وتحب أن تكون مستقلة مع النساء هي تجلس مع النساء كيف أنت بدك تجلس مع الرجال وهيك وبدون حجاب وبالمكياج هيك قال هو يريد قدام أخواته والشباب قالوا أنت جاي تفرقي بين العيلة نحنا بالعيلة هيك كلنا منعود مع بعضنا البعض رجال ونساء كبيرات وصغيرات قلت له أنا بس محجبة ما بجلس يعني أخوك قال قال أبدا أنا دون أخواتي أنا مربيون على إيدي لا تفرقي بيني وبين إخواتي شو ما تفرقي هي تلتزم ما يريده رب العالمين الله عز وجل يريد من النساء أن تحتجب عن الرجال قال إي أنا الله هيك بده بس أنا ما بدي مثل ما أبدو الله أنا بدي يا هيك عجيب يا أخوان تجدوا مسلما ثم يتصرف عجيب أكل على واحد مبلغ مالي أعطيني ما بدي أعطيك يا مرة واحد من الشيوخ قال لنا شخص استعار منه كتابا عارية يعني إعارة والكتاب على العالم كثير غالي كثير غالي يعني بشعره كأنه قطعة منه وخاص إذا كان كتابه الخاص وكان معلم عليه ومفهرس وكاتب فالمهم جاء الرجل وطلبه كتابا الكتاب نادر يعني أعاره إيا جمعة جمعتين ثلاثة شهر شهرين ما رجع الكتاب بعدين شاف الشيخ شاف هذا الأخ قال له أنت سعرت مني كتاب وقلت لي أنه مثل من أسبوع ما رجعت لي الكتاب قال له إي صحيح قال له إي رجع لي يا قال له ما بدي رجع قال له كتاب يرجع لي يا قال له ما بدي رجعه أنت معك عندك كتب كتير خلاص أنت معك مصاري كتير إليك معي مليوني ليرة ما بدي أعطيك ياهون شو يعني يعني في أي فلسفة في أي عقل في أي دين في أي منطق عندين بيقول لك الله عز وجل بكرة يوم القيامة تحت ظل العرش عجيب أنت تفعل أشياء لا يرضى عنها لا عقل ولا دين ولا نبي ولا كتاب ولا قرآن ولا يرضى رب العالمين عنها لذلك قال يساقوا ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله السلام إلى النار يقول يا رب أمتي أمة الملائكة تقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك شاب ملتزم يأتي على بيوت الله عز وجل يصلي يحافظ على صلاته بعدين يقيم علاقة غير مشروعة مع بنت يذهب ويغدو ويروح ويعود كيف يا أخي تفعل هايك قال أخي أنا حاببة لهذه البنت طيب حاببة اروح اخطبها من أهلها أنا ما بدي اخطب طيب شو ما العلاقة التي بينك علاقة حرام يا أخي هاي أخي هي حرام بس ألا هيك بدي إبقى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا أخوانا أرجوكم والله في يوم الجمع والأمر عصيب والأمر صعب والأمر الناس الأنبياء تقول نفسي نفسي فتعوا أنا بغالب نفسي وانت غالب نفسك حتى تنضبط بالشرع شاءت أم أبت بدي تلتزم بالشرع قبل أن تموت وقبل أن أموت قال يجمع بين كل نبي وأمته بالمقابل يا أخوانا السيد عائشة يقول يا رسول الله يوم القيامة إذا افتقدتك أين أجدك عجأ يوم القيامة كثير بدي أشوفك وين قال يا عائشة تجديني في ثلاثة مواطن تجدينني عند الصراط واقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الصراط يطمئن على أمته يقول يا ربي سلم سلم كل ما مرأ واحد يا ربي سلم سلم حتى يطمئن عليك أنك أنت اجتست الصراط حتى يطمئن عليك أنك اجتست الصراط قال تجدينني عند الصراط فإن لم تجديني تجدينني عند الحوض فإن لم تجديني وجدتيني عند الميزان كمان عند الميزان عم يطمئن على كل واحد بناتنا إن شاء الله رجحت كفة الحسنات الحمد لله نقصت كفة الحسنات يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بس الشفاعة يا أخواننا إلى يعني إلى إلى ضوابط النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا منها لأنه ناس يشفع لهم وناس يقول سحقا سحقا فلذلك تعالوا نجتهد حتى تقرعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنا شو بنا نعمل المطلوب ثلاثة أمور ترك الحرام يا أخوان والله الحرام سم يفسد إيماننا كل ما نتعبه في مجالس العلم والذكر والطاعة والأعمال الصالحات إذا بتحط حرام معه مثل اللي حلب حليبات مزارع عنده بقرة تحلب كل يوم له عشرين لتران بالأخير بيحط سنطيمتر مكعب سم معه الله أكبر الحليب كله على الكب اشتهدوا يا أخوان يا أخوات أنه تغالب نفسك ما استطعت لترك الحرام بدك تترك الحرام لن نتركك حتى تترك الحرام إن شاء الله وكلنا بدنا نساعد بعضنا البعض أنه نترك الحرام حتى ننجو إن شاء الله مع بعضنا يوم القيانة مطلوب ثلاثة أشياء واحد ترك الحرام اثنين اتقان الفرائض ثلاثة أداء ما استطعت من النوافل قيل هو يوم الجمع لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمته وقيل هو يوم الجمع لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي هؤلاء يذهبون إلى اليمين وهؤلاء نساء الله السلام يذهبون نحو الشمال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب بقى لما تنكشف الأمور يظهر بأن الرجل كان مغبونا كان ظاني حاله في الدنيا أنه أموره ماشي بيطلع يوم القيامة خسارته كبيرة فيظهر الغبن كيف غبن كيف في رفقات أخذوا نحو المعصية وقالوا له الأمور ماشي وإذا بهم في الآخرة يتبرؤون منه فيظهر غبنه ظاني حاله بأنه الأمور محدد يظن بأن الأمور محدد الريان فيها وإذ به يوم القيامة تبل السرائر الله أكبر يبقى لبه كله مكشوف على الله عز وجل ظاني حاله بأنه الرسائل اللي عم يبعثها محدد شايفه وإذا به يوم القيامة كله مسجل فيظهر غبنه ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أنا سأقف عند ذلك يوم التغاب من كنا تكلمنا عن جزء من آية يوم يجمعكم يعني أذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب والمجلس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث كيف يذهب الناس في ذلك اليوم طائفة إلى جهة وطائفة إلى جهة آخرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل الصلاح والرشاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله كتاب الله كتاب الله